موسيقى يا صباح الخير ما حنقول عن جديد لأني ما كنت عم صبح على الصبايا إن شاء الله يارم باليوم يكون نهار كون سعيد هيك كل الأيام بما أنه هنا كمان عطلة بما أنه عطلة دائما متل ما تعودتوا علي لازم يوم الخميس هيك نعمل أكلة حلو نتحلى فيها بالمسويات اليوم نحن ساوي أنا وياكم البانكيك بطريقة كتير لذيذة هلا فينا البانكيك تعملوا سادة إذا عملنا سادة بدنا نكتر كمية السكر بقى أنا بصراحة ما رح كتر كمية السكر لأنه بدي أعملون زينة يعني كذا شكل لإله هلا خلينا نتعرف على المآدير أنا وياكم هون رح أحتاج كاسين بطحين كاسة من الحليب هلا هون غلي تغطر هون هاحتاج معلقة من الزبدة معلقة من السكر معلقة من الباكينج باودر ومعلقة من رش هيك منها الملح هذا كل شي رح أحتاجه طبعا بالإضافة للبيطين هلا لحن بعد هدول الغراض لهون طبعا كنت هلا عم بيغلي القطر لأنه بدي أعمل كناك شغلات اليوم طيبة لذيبة فينا مثلا بدع القطر العسل هلا بنحكي عليه هون على كلين هلا هون في عندي اثنين من اللبيض هون لاحرش عندي رشة من الملح وله حرق وها في عندي فانيليا هون لح ضيف عندي كاسة من الحليب او 3-4 عفوان كاسة من الحليب هل اذا انا حسيته شوي سميك ممكن ارجع ضيف كمان شوي فوق منه بهذا الشكل طبعا البانكيك ما بده شي يعني فيه ناس ممكن تقوم دغري ما بده تفتر ممكن تعمل البانكيك مع اشياء اذا مثلا اشياء مالحة ما تحطوا معلقة السكر هلا هون في عندي معلقتين هل حطهم معلقة من السكر او معلقة وشوي هحط معلقة ونص ما بيقسة هلا رحقيم ونحرك كمان رحضيفون عندي معلقة من الزبدة السايحة معلقة من الزبدة يعني من الزبدة هي بتشي شي معلقتين ونص من السايحة تقريبا هيك رح نقيم ونحرك هلا هذا هو العيار بيطين 3-4 كاسة حليب ضرب فانيليا ضرب باكينك باودر ورشة من الملح هلا رحقيم وبلش عير بالطحين هلا هون مثل ما انتم شايفين الطحين عندي بدي انا كاستين طحين الكاستين طحين يعني كل كاسة بتاخد معي عشر معالق لها هيك لحعير لون تقريبا يعني كنت قولوا عشرين معلقة هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هلا يفضل يكون في ميزان وتعيروا عليه بس كمان هيك بيمشي الحال ها ايه محرك لهذا الشكل طبعا هلا نحنا بنريحوا اكيد للخليط شي عشر دقائي لانو بقلبه باكينك باودر الباكينك باودر شوي لازم نعطيه وراحة ولو شي عشر دقائي بس حورجيكم كيف رح اعملوا الخليط واكيد وقت ترجعوا اللي عندي بعد شوي بنساوي انا وياكن الباقية هلا هون كمان هضيف واحد اثنين ثلاثة 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 تسعة هاي عشرة مع انتا كاستين اخين مع ثلاثة ارباع من كاسة الحليب بيتتين وهيك صار عندي تقريبا خليط البانكيك جاهز للا معاني بدي يريحو شوي لحتى يصير عندي يرتاح لانو هلا باكينك باودر شوي بدو يخلي شوي هيك يريح بس ما ضل غير ترجعوا لعند الصبايا ثلاثة وترجعوا لعنده شوي لنصب البانكيك انا ويقاكم يا صباح الخير يا صباح للمساوينات الهلوى يعني والبانكيك والاكلات الطيبة هلا بس طلع الريحة ريح تجوعينه اكيد لا بس لذوقهم اكيد خلاص نرجع لعندك اكيد شهر شكرا جدا اهلا نحنا يمكن كشعر يا بونجور كانوا يقولوا بونجور بالستوديو عملتا زي صباح الخير عن جديد لكل حدا يتابعنا اليوم يوم خميس ليه قررت اعملكون اكلت حلول ازيزة ظريفة خفيفة لهيه البانكيك بطريقة كتير سهلة هلا انا عملت الخلطة وخليتها ترتاح يعني من وقتها الهلا ما صاويت شي لسه بس حبيت ورجيكوني اها هلا انا حطيت بيطين كنت قايلة 3-4 كاسة حليب لالامان اخدت معي كاسة كاملة كاستين طحين زرف بيكينج بودر زرف بانيليا ورشة ملح هذا كل شي خلطت المواد مع بعضها فيكون تخلطوا الجافة لحال والسائل لحال تحطوهم مع بعض وتركوا ترتاح 10 دعي لانو عنا بيكينج بودر هاي الفرق بينها وبين الكريب الكريب ما منحط له بيكينج بودر حطيت لها معلقة سكر واحدة اذا تكون تاكلوا هيك لحالة بدون ما تضيفوا لأي اضافات يعني كترو السكر لا بتكون تضيفوا اضافات يعني تكون البانكيك حلوة وكمام بتكون تحطوا قطر وعسل وكريمة ومدري شو ستطلع كتير غدة لهيك اختصروا عرفتوا كيف تعدلوا هلا انا هون حطيت بس معلقة سكر لانو هون ها اعملكون هنون انا عملت الكريمة شانتي هلا طبعا خلطتها صارت معي جاهزة راح لحا ملا بي مع الفريز يعني كريمة احعمل الوحدة بي الكريمة وبي الفريز هون في عندي اشطا وعسل وحهط عليه هون فستق حلبية مبروش وهون في عندي جوز وفي عندي ارفا يعني هي بالنهاية البانكيك فيكن تتفننوا فيها بأي شكل بتكونيها احسن طريقة البانكيك هي انو تجيبوا ابريق متل ما انتو شايفين بتدهنوا يعني يا بمحرمة يا اما بي هاي او حطوا على المحرمة ودهنوا او شو بدي يلكون يا عدوب يا عدوب هيك نكشة كتير صغيرة من الزبدة ما بدي الزبدة تبين ابدا على المقلاية ملازم المقلاية تكون زريفة كتير ولا ممكن تلزق معنا هلا لحقيم وبلش صببة بهذا الشكل تحطوا بالنص وهي لحالة بتكبر الدائرة والحجم اللي انتو بتكونيها بتوقفوا هلا معفلش انا اخدت علي اليمي كان لازم اخده بالنص هلا حاستنى عليها شوي لحتى شوفوا هلا دغري رح تاخد هيني ما بدا بتكون نظلوا واقفين جنبا لانه لابد متى ما بلشت تستوي عندي من عند الاطراف بنا نقل بقى هلا فيه كمان اذا عندكن مقلاية كتير كتير صغيرة هاي المقلاية اللي بتجيها القدة رفتوها اللي بتاكل مثلا بتكون تاكل بيضة واحدة عرفتوها المقلاية اللي صغيرة وبيجي كتير القار تبعها سميك فيكن تحطوها على قدة بتضبط وهيك بطلعوا معكن الكريب كله قد بعضه بطلع هايك شكلون لازيزة حطيتوهم فوق بعضون هيك بتضمنوا نتيجة الكريب كله عفن البانكيك يجي كله قد بعض رح نستنى عليها شوي لحتى تجهز خليني انا هون اقطع الفريب طبعا انتو فيكن تعملوا الاشكال اللي انتو بتكون ياها هلا لاحقين وبلش حضر بيء الحشوات وفيكن متل ما قلت كمان تعكلوه سادة البانكيك هون كان تجيبو اشطا المخشوشة اللي انا بحبها مع قطر كتير طيبة وشوي تفستو احلبي كمان بطلع كتير ضريفة بلشت عندي تاخد شكل بس ما كتير بدنا نقوي الغاز وسان انا مضطرة شوي وقوي ندفة بس مشان لحقلكون عالقليلة واحدة هلا بقيمة بقلبة هيك هيك تقريبا صارت عندي البانكيك جاهزة متل ما انتو شايفينو متل ما اعتلكون كل ما كانت المقلاية اصغر كل ما كان اضرف بشو رأيكون انا اكمل البانكيك وهيك قعد تفنن فيون وضبيت اشكالون انتو ترجعوا لعند الصبايا وتستكنلوا فقرات صباح الخير يا اهلا يا رب بانكيك الشقرة هي شفتي ما احلاها متل ماشاء الله شغلة شغلة كيسك حندوق بعد الحلم اكيد اكيد بس انتي بابدك تنعي انو تسبدك يعني خالص هلا اشوف خالص يا صباح الخير عن جديد وشوفي هيك زيانت انا اطبائي هون متل ما انتو شايفين حطيت اشطو فوق فستو حلبي هلا ممكن نضيف عليها اضافة من القطر على الوش او ممكن العسال يعني ممكن يكون عنا فطور كتير لزيز هون حطيت عندي جوز وقرفة كمان حنحط شوية من العسال على الوش يعني فيكن انتو الحشوات تتفنن فيها متل ما انتو بتكون هون بالنسبة لاخر واحدة حطيت طبقات البانكيك بقلبون كريمة شانتي وفريز على الداير هلا كمان على الوش لحنحط شوية من الشوكولات يعني ممكن يكون الطبق تقديم جدا رائع جدا سهل ما بدو اي شي وهيك نبيط في وجنا الدعم الجيران الجيران هو لانو حذروا ليلا انا عاملي هار لا جايل عنكم للجيران 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 يلا جايل عنكم على الهوش والشيك ابيض ان شاء الله هلا منشوف يا ديكال فارفيا شيف